وزارة النقل الاتحادية عن خطتها الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام حيث تم تسير 23 قطاراً في العملية الخاصة بنقل الزائرين نقل عام السفق الحديد في نقل الزائرين يتمثل في هذه السنة توجه هناك 23 قطار أيضاً حدث تغيير العام الماضي كان 21 قطار في هذه السنة تم بفضل الله سبحانه وتعالى زيادة عدد القطارات وأصبح 23 قطار 8 قطارات متخصصة لنقل الزوار إلى مدينة البصرة و14 قطار متخصصة لنقل الزوار إلى مدينة بغداد بالتأكيد سوف تزداد عدد هذه الرحلات كلما اختربت يوم الأربعين أربعين الإمام الحسين عليه السلام منذ يوم أمس الساعة السابعة إلى هذا اليوم مساء تم تفويج 20 قطار إلى بغداد و4 قطار إلى محافظة البصرة الآن نحن قرب محور بغداد كربلاء في هذا المحور تشترك من مئة عجلة من الشركة العامة نقل المسافرين تشترك بنقل زوار إمام الحسين من أقرب منطقة نقطة الـ 1290 ومن نقطة الحي العباس إلى مناطق الساحات التي تم توفيرها وتأهيلها من الحكومة المحلية يبتلك خطوط الجوية العراقية خطوط الطيران لحد هذه اللحظة تم نقل 18 ألف زائر من دولة إيران الإسلامية من مطارات مجهد وقوم إلى مطارات النجف وبغداد أيضا تم نقل 1400 زائر من دولة الكويت وكذلك نقل 600 زائر من منصقة كل هذه الأعداد تم نقلها جوانا عبر شركة العقود الجوية العراقية